اشتركوا في القناة وبما انه المكان الاول اللي الطفل بنشأ فيه هو البيت واول اشخاص بحتك فيهم هم الام والاب فهدول الاشخاص تقع على عاتقهم مسئولية توفير اكبر قدر من الامن للطفل لانه اذا كانت هاي الحاجة غير مشبعة سيقوم الطفل باشباعها لانه لازم يشباعها بطرق يمكن ما تكونش كتير صحية وتشكل خطر عليه احنا ممكن ننتبه للأساسيات ونقول انا بوفر كل شي لابني وهي ضرورية اللي هو مسكن مأكل مشرب ملبس انه يتعلم انه يتحرك بحرية وراحة يعني انه يتحرك في البيت من غير ما يقذي نفسه هاي كلها اساسيات للأمن قبل ما ننتقل للأمن النفسي الأمن النفسي بده يشعر الطفل انه هو غير مهدد ذاته وكيانه وجسده في المكان الآمن الأول وهو البيت اللي هو حضن الام والاب احنا كل ما قبلنا الطفل من غير اطلاق أحكام يعني قبول غير مشروط كل ما شعر بالأمن أكتر كل ما قدرنا انجازاته كل ما شعر بالأمن أكتر كل ما حبنا لمسنا وعبطنا وبسنا وقدرنا كل ما شعر بالأمن أكتر وتحسن مفهومه لجسده وقدر يبني مفهوم للعلاقة مع الآخر أكثر صحية توفير الأمن بكون من خلال اشعار الطفل بانه دائما في شخصين طول ما هم موجودين سواء الام والأب أو الراعيين بغض النظر من يقدم الرعاية هم موجودين وهما حيساعدوك مش يحلو لك مشكلتك يساعدوك انك انت تعرف كيف تحل مشكلتك معناها جزء من الأمن هو تمكين الطفل والثقة بقدراته انه يستطيع القيام بما هو مطلوب منه للقيام بالتعامل مع مشكلاته وهذا بتطلب انه نعلمه مهارات حل المشكلات مهارات اتخاذ القرار مهارات قولة مهارات التعامل مع المشاعر وهي كلياتها بتساعد في زيادة مفهوم الأمن عند الطفل الحاجة للأمن مش بس عند الأطفال موجودة عندنا احنا الكبار فبالتالي يمكن اذا الأم والأب أو الأسرة عندها نقص في الشعور بالأمن غالبا مش كتير سهل عليها إنها تقدر توفر هذا الشعور بالأمن للأطفال فيمكن بدأ كتير بالك على حالك اهتم بنفسك أولا اعتني بذاتك انتبه للعوامل اللي بتأثر على شعورك بالأمن حاول تتعامل معها إذا عندك إشكالية في ذلك عالجها علشان تقدر تكون النموذج الجيد وتقدم المساعدة الكافية لابنك أو بنتك علشان يشعر بالأمن جدا مهم تنتبه لهاي النقطة ودائما انتبه إنه أنت نموذج في علاقتك مع ابنك اللي علاقته مع الحياة كلها فخليه يشعر بالأمن قدر المستطاع مش الحماية الزائدة ولا التدليل الزائد إنه هو شخص يستطيع العناية بنفسه وإنت موجود علشان تسنده دائما شكرا